نرحب بالمشاهدين ونقدم نشرة السماء البحرين للفترة من السبت 4 مايو حتى الجمعة 10 مايو في هذه النشرة راح نشوف أن الشمس هي موجودة في برج الثور وكانت من 19 أبريل حتى 14 مايو فمواليد خلال هذه الفترة هم حقيقة من برج الثور بالنسبة لاتجاه مكة المكرمة فممكن نتعرف عليه عن طريق موقع الشمس يوم غد الساعة 12.51 تشير الشمس إلى اتجاه مكة بالضبط في 12.51 وقروب الشمس يكون 6.9 دقائق أما يوم الجمعة فإن الشمس تشير الاتجاه مكة في الساعة 12.41 دقيقة وقروب الشمس يكون الساعة 6.12 دقيقة بالنسبة للقمر نلاحظ أن من مساء هذا اليوم راح تكون إضاءة حوالي 29% ولكن سوف تتناقص يوم بعد يوم إلى أن يكون محاق في تسعة تقريبا هو آخر يوم لمشاهد تفجرا وثم يتم ولادته في 10 مايو وراح نلقي عليه الضوء في الدقائق القادمة إن شاء الله راح يقع كسوف للشمس في 10 مايو راح نتكلم عنه بالنسبة لهلال رجب تكون ولادته يوم الجمعة اللي هم ذا قلنا يوم الجمعة 10 مايو في الساعة 33.32 دقيقة صباحا وفي شروق الغمر راح يكون في هذا اليوم الساعة 5.3 دقائق صباحا وغروبه بيكون 6.41 دقيقة وآخر فرصة لمشاهدة هلال جمادي الثاني فجرا سوف تكون يوم الخميس في 9 مايو راح نشوف بتكون هذه المشاهدة الساعة 4.5 فجرا في 9 مايو آخر فرصة لمشاهدة الهلال والأخير قبل يدخل في المحاق وبيكون عمره 28 سواء من 10 يوم موجود في برج الحمل نلاحظ المريخ وعطار المزهرة أسفل الأفق ولكن كوكب أورانوس بيكون من قدر 6 صعب جدا رؤيته ولكن دون نظر السليد والحديد ممكن يرى هذا الكوكب إذا كانت ندام الأضواء المدينة من عدمه فهذه آخر فرصة فإذن الفرصة المشاهدة راح تكون من 24 صباحا حتى شروق الشمس الساعة 4.56 دقيقة بالنسبة للاستهلاء من يرين أن يستهل ويرصد هلال رجب في 10 مايو يوم الجمعة فبيكون الهلال تقريبا فوق الشمس تقريبا حوالي قدر درجة 2 أو 3 وبيكون الغمر عمره 6 من 10 يوم وبيكون مضاء نصف المئة ورح يظل مكوثة في السماء فقط 42 دقيقة هي كافية تقريبا ولكن أنا أقول المشاهدة ليست سهلة وإنما صعبة وفي ضوء ذلك يكون غرة رجب هو بإذن الله يوم السابت 11 مايو باللاحظ كوكب الزهرة بيكون على ارتفاع 10 درجة قد يجوز ترتبس على الناس هذه الإضاءة مع إضاءة هذا الهلال راح في نفس هذا اليوم حقيقة لو واحد موجود في استراليا راح يشوف الكسوف الكسوف الحلقي هو القمر لا يقطي قرص الشمس ولكن يكون لأنه شوي بعيد عن الأرض فيبدو كأن حلقة تبدو الشمس كأنها حلقة في ذلك ثم يكسوف حلقي يبدأ بهذه المراحل هذه قرص القمر يقطي الشمس فيزيد ثم يتوسطه ثم يبدأ يتحرر وهذا يرى في استراليا ويكون مدة هذا الكسوف حوالي 6 دقاق وثانيتين وهي حقيقة ولادة حية لهذه أبواحي ممكن يشاهد ولادة الهلال بالعين المجرد في هذا الموقع في هذا اليوم نلاحظ كذلك هناك محاكاة دعنا نرى المحاكاة بالنسبة كيف يحدث هذا الكسوف القمر يكون بين الأرض ومن الشمس فيقطي القمر على قرص الشمس إذا كان في المسافة المناسبة يقطي كليا لكن إذا كان القمر شوي بعيد عن الأرض فإذن الضل لا يصل إلى صحة تحت الأرض وإنما قبل ذلك فيبدو كسوف حلقي يبدو بهذا الشكل ونلاحظ أن هذه النقطة هي القرص القمر اللي هو يتحرك أمام على الأرض والمنطقة الدائرية دعنا نشوف النقطة مرة أخرى نلاحظ هذه النقطة هذه الكسوف المنطقة النقطة السوداء المنطقة اللي هو الكسوف الكل الحلقي بينها فوق ذلك يكون جزئي وأسفل ذلك يكون جزئي وهذه ذروة الكسوف اللي هو صدقاء راح تظل في هذه المنطقة هذه المنطقة راح تشهد كلها في المحيط ولكن استراليا ونيوزلندا هالمنطقة تشهد كسوف كلي كسوف حلقي فوق جزئي وأسفل منه جزئي الكسوف الحلقي القادم هذه راح يجرى سوف لن يشاهد في البحرين لكن الكسوف الحلقي القادم في 3 أبنبر سوف يشاهد في مملكة البحرين ومندت فقط نص دقيقة قبل قروب الشمس آخر يوم لمشاهدة نجم سهيل بتكون في أربعة مايو هذا آخر يوم آخر فرصة لمشاهدته كذلك بالنسبة لنجم سرية سوف كذلك تختفي بعدها بأيام ممكن الشفافية اللي بعدها نشوف أن طالع الرشا احنا حالين في طالع الرشا وفي الأيام الأخيرة من طالع الرشا اللي هو من 29 أبريد 11 مايو تهب رياح شديدة يسمى بارح المشمش اللي هو رياح البارح تهب خلال هذه الفترة ولكن في رياح شوية شديدة تسمى بارح المشمش وأرى بده أنه في الفترة هذه ينضج المشمش خلال هذه الفترة أخيرا في 5 مايو يقع واب الشهب الدلويات وهذا الواب الشهب الدلويات هو حقيقة هذه الأرض تدور حول الشمس وعندما تتلاقي في نقطة وهذا المسار مسار مذنب هالي عندما تتلاقي في هذه النقطة تدخل بقايا مذنب هالي يدخل غلافة جو الأرضي فتحترق وترى على شكل شهب ونفس الشيء مرة أخرى عند النقطة الأخير الثاني يكون نفس الشيء تقع الأرض في هذه المخلفات الموجودة من مذنب هالي ولكن يكون الشمس في برج الدلو فلذلك تبدو على شكل شهب كأنها خارجة من برج الدلويات تسمى الدلويات وهذه مشيئة الله وهي الشهب وكما يعرفه القرآن أنها حرسا وجعنا في سماء حرسا شديدا وشهبا وهي حماية لكوكب الأرض والله في خلقه شؤون ونرتقي إن شاء الله